إذن نظام المقايسة يشهر ورقة الزيادة نعم زيادة فجائية طالت صباح اليوم أثمينة المحروقات وهكذا بلغت أسعار المحروقات حسب بلاغ توصلنا به قبل قليل عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بشؤون العامة والحكامة الأسعار هي كتالي الوقود الممتاز 12.77 درهم للتر الواحد أما سعر الجزوال فقد حدد في ثمانية دراهم فاصل 84 للتر الواحد حسب ذات البلاغ أسعار المواد الأخرى لن يطالها أي تغيير ونتحدث هنا عن غاز البوتان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر زيادة أربكت حسابات المستهلك وبررت التذمر الذي رسدناه قبل قليل بمحطات الوقود من الدار البيضاء مع كناديا اليوبي وعب سمد طعام مع إشراقة صباح هذا اليوم شرعت محطات بيع المحروقات في المغرب في رفع أسعارها 12.77 درهم للتر الواحد من البنزين 8.84 درهم للتر الواحد من الجزوال زيادة أثارت حفظة المواطنين هي ثاني زيادة في عهد الحكومة الجديدة عللتها بضرورة ملاءمة أسعار المحروقات في السوق المغربية مع أسعار المحروقات في السوق العالمية حيث ستتم مراجعة سعر المحروقات في المغرب مرتين في الشهر وهو ما يعني احتمال تقلب أسعار المحروقات في المرحلة القادمة نشير إلى أن نظام المقايصة يشتغل في اتجاه الارتفاقات في السوق المغربية والانخفاض في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية على أنه في حالة الانخفاض سيستفيد المستهلك من الانخفاض مباشرة في الأسعار المطبقة عند محطات الوقود إلا أن هذه المحروقات لم تعرف لحد الساعة انخفاضا يذكر في عهد الحكومة الحالية